اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من المشهد تأتيكم عبر قناة المغاربية في لندن الجزء الأول منها سيكون مخصصا للحديث عن آثار الحرب الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي في منطقتنا المغاربية الحرب الروسية على أوكرانيا ليس لها آثار محلية أو إقليمية فحسب وإنما آثارها عالمية وخصوصا في مجال الأمن الغذائي وقد بدأت تلك الآثار تظهر على دول هشة مثل الدول المغاربية في المغرب قرر المضربون عن العمل من مهني النقل البري للركاب والبضائع تمديد الإضراب الذي بدأ الاثنين ليومين إضافيين احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في أوكرانيا وتشمل هذه المطالب بصورة خاصة تحديد سقف لأسعار بيع الوقود التي ارتفعت بحدة مؤخرا ما أثر على أسعار المواد الغذائية في تودس تشهد البلاد اضطرابات في توفير بعض المواد الاستهلاكية بالسوق المحلية في الفترة الأخيرة وارتبطت بالمواد الغذائية المدعومة في مرحلة أولى لكن امتدت تفاوت في التوزيع إلى السلع بأنواعها مثل قطع الغيار والأسمدة وبعض المواد الأولية ما أثار قلق التونسيين وزاد في نسق الإقبال على التزود وبالتالي ارتفاع الأسعار وشح في بعض المنتجات في العاصمة الموريتانية نواكشوت يشهد سوق المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في أسعار القمح ومشتقاته نظرا لاعتماد جل السكان على هذه المادة فقد بدت آثار ارتفاع الأسعار واضحة على حياة الناس للتعليق على هذا الموضوع أسعد بأن يكون ضيفي من الرباط الأستاذ عبد العزيز الداودي الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للنقل مرحبا بك أستاذ الداودي وشكرا جزيلا للاتحاق بنا وكذلك عبر الهاتف الأستاذ علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل من الرباط مرحبا بك أستاذ علي لطفي وشكرا جزيلا للمشاركة معنا أستاذ عبد العزيز الداودي ما أخبار هذا الإضراب بداية ولماذا في تقديركم ترفض الحكومة تسقيف مواد البنزين التي تستعمل عادة لنقل البضائع والمواد الغذائية أولا أنا جد سعيد باستضافتي من طرف هذه القناة المغاربية لتصليف الضوء على موضوع حساس وحارق ومرتبط أساسا للارتفاعات نحن نسميها صاروخية في أسعار المحروقات بطبيعة الحال هذه الارتفاعات كان لها نعكاس سلبي على المدخول اليومي لعموم مهني النقل الطرق بالشكل الذي دفعت به العديد من المقاولات سواء المتوسطة أو الصغرى إلى الإفلاس ومضافت تبيعات إلى الإفلاس أستاذ عبد العزيز إلى الإفلاس؟ إلى الإفلاس نعم هناك مجموعة يعني الوضع خطير بهذا المعنى أستاذ عبد العزيز هناك مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة أفلست ولم تفلس نتيجة فقط الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وإنما كان هناك طراكم نتيج عن سوء التدبير وسوء السير مجموعة من المرافق وزادت من حدة هذا الوضع التبعات الاقتصادية الوخيمة لجائحة قورونا وما أن بدأ الاقتصاد يتعافى من ضرباته المتتالية حتى أطارت بشكل كبير الحرب روسيا على أوكرانيا على المواد الأولية وحديدا على أسعار المحروقات وكان مطلب مهني النقل الطرقي وليس بوليد اللحظة وإنما يعود إلى 2015 حين أقدمت حكومة الإله بن كيران على تحرير أسعار المحروقات دون أن تتخذ إجراءات مواكبة للحد من هذا التحرير على اعتبار أن الحكومة كانت على يقين بأن التحرير ستنجره عنه لا محالة زيادات قد تفوق القدرة الشرائية لعموم المهنيين بسنوات طوئية وكنا نبهنا في عدة مناسبات على أن التحرير يجب أن يواكب إجراءات من الكابير تخفيض الضريبة على الاستهلاك أو تخفيض الضريبة على القيمة المضافة أو تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الرمح المستفيد الأكبر من عملية التحرير ليست هي الدولة كما يعتقدون بعض لأن الخطاب الرسمي للحكومة يقول أن الدولة وفقرت 38 مليار درهم نحتاج تحريرها الأسعار لمحروقات في حين هناك أخبار من مؤسسات رسمية تقول بأن الشركات المتحكمة في التوزيع والتخزين والاستيراد جانت أرباحاً خيالية قدرت بين 2015 و2022 قدرت بـ 58 مليار درهم وهذه الأرباح صنفت في خاند الأرباح الغير شرعية والسلعب العزيز هذا طبيعي جداً في حياة الناس اليومية مع هذا الجشع مع كل أسف دائماً هناك مستفدون من الحروب ومن الأزمات باختلاف أنواعها وأنت تؤكد أنه ليست الدولة هي المستفيدة بل هناك أطراف فقط هي التي تستفيد على حساب عموم المغاربة هنا تحول أستاذ علي لطفي ورحب السيدة سلمة صدق أستاذ الاقتصاد في جماعة ابن طفيل كذلك التحقت بنا عبر الهاتف أستاذ علي لطفي لماذا برأيك إلى حد الآن ليس هناك تجاوب رسمي مع مطالب النقابة النقل التي تريد ويبدو من خلال أستاذ عبد العزيزة أنها مستعدة للتناجل أو للتوافق لكن مطلب يبدو معقولاً وهو عمل التسقيف المحروقات حتى لا تؤثر على حياة الناس اليومية أو شهر رمضان على الأبواب لماذا ترفض الحكومة الحديث في هذا المجال أو الذهاب في هذا المطلب برأيك فداية شكراً للقناة المغاربة على الاستداثة الكريمة هو بالفعل كما أشار ضيفكم الكريم الأخ عبد العزيز من الرباط بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير أدى إلى تدني القدرة الشرائية ليس فقط لمهنية النقل بل لعامة المواطنين في المغرب وخاصة الطبع الفئة الفقيرة والأشياء والطبع المتوسطة في المجتمع نظراً لأكثير ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار المواد الغدائية الوزعة للتسجيلات الطبع الإشارة الصحيحة هو أن في هذه القدرة والتي تقع فيها بعض الأزمات لأن طبعاً بعد تداعية الحطيرة التي كانت أو خلفتها شائحة كورونا والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار المواد الأولوية في السوق الدولية طبعاً كذلك كان لها تدير كبير على أمشار الأسعار في بلدنا إلى درجة أنه حتى القانون المالي الذي صادقت عليه الحكومة المغربية لسنة 2022 كان يراهن على أن مستوى الأسعار لن يتجاوز خمسين دولار للبرميل واليوم أصبح يفوق محط دولار للبرميل إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية طبعاً في هذا الوضع هذا لأن ارتفاع الأسعار ونتيجة كما أشار إلى ذلك الآخر عبد العزيز أن قانون حرية الأسعار المنافسة فتح أبواب على مصر عليها لفوضاً أسعار بمعنى أنه اليوم في المغرب نشاهد أن عدد من المواد بما فيها أسعار المحروقات ترتفع بدون حدود لهذا كان لهذا الأسعار الكبير على المهني النقل الطرقي هذه الفئة التي عانت الكثير قبل هذه دخول حرب أوكرانيا إلى حيث الذي نشاهد اليوم لهذا الأسعار الكبير لكن إبانا تداعية جائحة كورونا عانوا الأمرين مرتب أولاً بدون كان هناك حالة طوارئ لأنهما كانوا كي يتشغلوا والآن لما بدأت بعد الفتح بدأت الأسعار كترتفع ومستفيدين أكثر بالفعل كما أشغل إلى ذلك هم صعبات صيرة هم الغططة هم واحدة المجموعة اللي تلعبون على رفع أسعار بشكل خاطر ما تحديوش طرائب الدولة بمعنى الضحية هم مهني النقل هم هي الدولة نفسها لأن هذة الوساطة والمضارب لا يخدون مغاربة لخدينة الدولة جيد واضح الشريحة المغاربة خاصة المقاربة أو الطبق المتوضبين ابقى معي أستاذ علي لطفي أعود إليك بعد قليل سيدة سلمة صدقي ورحب بك مرة أخرى أستاذة الاقتصاد في جامعة ابن التفيل في الرباط سيدة سلمة هذا الذي يجري الآن ما تأثيره على الحياة اليومية للمغاربة على ما يمكن نسميه الأمن الغذائي للمغاربة ونحن على أبواب شهر رمضان مساء النور أعتقد أن ما يجري الآن من تدعيات اقتصادية للحرب بالروسيا الأوكرانية هو طبعا يؤثر على الأسعار في المغرب يؤثر على أسعار المحروقات لأن المغرب يستورد أكثر من 90% من احتياجاته من المحروقات من السوق الدولية كذلك المغرب يستورد احتياجاته من قمح نسبة من احتياجاته من السوق الدولية وارتقاع الأسعار السوق الدولية ينعكس على الخدرة الشرائية للمغاربة ينعكس على السوق المغربية ولكن بالنسبة لل سيدة سلمة سيدة سلمة يبدو ننقطع الخط معها أعود لك أستاذ عبد العزيز الداودي يبدو أن أسعار المحروقات ليس لها تأثير فقط على أصحاب الشركات والذين يستعملون هذه المحروقات لنقل بضائعهم بل حتى الحياة اليومية بمعنى آخر ممكن تكون المواد موجودة الأولية من خضر وغلال وغيره لكن لا تصل إلى الناس أو إذا وصلت تصل بأسعار مرتفعة جدا لأن هناك كلفة أخرى زيادة فيما يتعلق بالمحروقات أود منك الحديث عن هذا الأثر حقيقة على حياة الناس اليومية في المغرب كيف يؤثر ذلك على حياتهم اليومية أكيد أنه كلما ازدادت أدمينة أسعار المحروقات في محطات توزيع الواقود إلا وكان لها تأثير وتأثير كبير على المواد الغدائية مرتبطة العامة ومرتبطة الأمن الغدائي وهذا يعني طاحتناه بشكل جالي في الأسواق سواء أسواق البيع بالجملة أو البيع بالتقصير حيث أنه 8 كيلو من طماطم مثلا في السوق هو وصل حاليا عشرة تلاهم وهذا 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 المبلغ لم يبلغه إطلاق نفس يعني هذا أستاذ عبد العزيز هذا برغم أن المغرب طماطم من المغرب يعني ما تأتيش من الخارج هذا هذا الطماطم يعني غير مستورة بقامر ما هي إنتاج محلين من طيعة الفلاحية في اللحظة ولكون أن تكلفة النقل المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات هي باهضة فأكيد أن كل ما هو مرتبط بها النقل من مواد غذائية أو مواد بناء أو غيرها له تأثير كبير على القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنين أضف إلى هذا طبعا في كل أزمة هناك تجار أزمات هناك مضاربون يستغلون الفرص لأن الحرب من يدفعوا تمنها في النهاية هم الأبرياء هم المدنيون هم بشكل خاص عديموا الحماية الذين يدفعون فاطرة أو حرب كيفما كان نوعها غير للإشارة للإشارة هو أن تقدم في عدة مناسبات قانون لطنضين أصعار المحروقات في المغرب وكلما تم هذا القانون إلى المناقشة إلا وجوبها برفضين شديد من طرف اللوبي المدحكين كما قلت في التخزين والاستيرار والتوزيع كذلك لا تفوتنا الفرصة دون أن نشير إلى أن الأمن الطاقي في المغرب كانت مؤسسة لاسامير تلعب فيه دورا محوريا على اعتبار أن هذه المؤسسة كانت رائضة في تكرير النفط وكانت تمكن المغرب من تخزين احطياطي قد يكون أو لا قد يجنبه تبيعات حرب من هذه القادمة إلا أن هذه المؤسسة التي كانت على ما أعتقد لمالكها السعودي تمت تصفيتها قضائيا وبالتالي من يتحكي الأمن الطاقي في المغرب هو ليس بأفضل حال طيب أستاذ جمعة وطنية في المغرب للإتفاع على هذه المعلمة الموطنية كي تتمكن من إعادة منتاخ وتكرير النفط على اعتبار أن هذه المؤسسة وحدها كافية تخفيف من الحدة من تعلق طيفة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية طيب أستاذ أبقى ما أعود إليك بعد قليل سيدة سلمة صدقي يبدو عادت مرة أخرى كان السؤال بخصوص التأثير هذه المحروقات وارتفاع أسعارها على الحياة اليومية للمواطن المغربي ثم سيدة سلمة هل فقط هذا بسبب ارتفاع الأسعار فقط بسبب ارتفاع أسعار المحروقات أم أن هناك أسباب أخرى كذلك تؤدي في هذا الظرف من الحرب تؤدي أو أدت إلى ارتفاع الأسعار ربما مثل الاحتكار وغيرها من هذه الأسباب كما قلت في البداية طبعا المغربي يستوريب أكثر من السعيد من احتياجاته من سوق الدولية من احتياجاته من طاقة وبالتالي فارتفاع الأسعار في السوق الدولية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المغربي أيضا هناك ترابط كبير بين أسواق الطاقة وأسواق المواد الأساسية والصدمة التي وقعت في أسواق الطاقة بدأة الحرب وبعد إعلان ولاية المستحدة حزمة من العقوبات أدت إلى صدمة في أسواق المواد الأساسية اليوم بعد الجائحة أيضا نحن نعيش ظروف ما بعد الجائحة وهي أدت إلى نزول القدرة الشرائية لعدد كبير من المغاربة هناك مغاربة فقدوا عملهم هناك مغاربة تشتغلوا اليوم غير نصف الوقت وبالتالي القدرة الشرائية للمغاربة ثلاث المفروض اليوم هو أنه يكون حكومة تقوم بدورها كضابط للأسعار عبر آلية عديدة كضابط للأسعار في التقيم المغربية أولا الأسعار في المواد الأساسية يجب مراقبات أكيد بعد الممارسات ولكن لا أعتقد أنها هي التي تسمي الموقف يجب ضغط الأسعار يجب رصد الفئات الهشة والفقيرة والفئات المتوسطة أيضا ورصد الدعم كما حصل كما قامت به الحكومة في جائحة كورونا وأيضا يجب التفكير في آلية يعني بعد تحرير أسعار محروقات وأنها ما بقتش تخضع للمقاصة يجب إيجاد آلية لتفكير الأسعار حتى لا تكون هناك لأنه بحل سمعت في المضاخلة اللي قبل بعد غلق لسامير أصبحت هناك بعض المماظرات ديال المضاربات أو ديال اتفاق على سعر في سوق المحروقات وبالتالي لازم الحكومة تحميل المواطنين نحن أيضا محتاجين لقانون مالية عديلي لأن الفرضيات التي قم عليها قانون مالية لم تعد موجودة نحن نحتاجين إلى إعادة إعادة فتح لسامير لأنها اليوم المخزون استراتيجي من النفط هو شيء حيوي لكل بلد وبالتالي نحن محتاجين إلى إعادة النظار في غلق المحروقات الوحيدة سيدة سلمة هل الكل مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار المواد غذائية أقصد هل كله مرتبط بعملية ارتفاع الأسعار المحروقات أم أن هناك أسباب أخرى كذلك لارتفاع هذه الأسعار طبعا ليست كل أسعار مرتبطة بالسوق الدولية هناك أيضا كاين بعض المواد التي فيها شركات بالاحتكار وبالتالي في كل مواطن يعني أمام الوجوب التوجه إلى تلك المادة هناك أيضا المغرب يعيش سنة سلاحية متسيمة بالجفاف وبالتالي هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في سوق الخضروات وثوق المواد الفلاحية ليست كل ارتفاعات مرتبطة بأسواق المحروقات وبالأسواق العالمية طيب أعود إليك بعد قل سيدة سلمة أستاذ علي لطفي يعني هناك في هذه الأزمات من يستثمر فيها ويستفيد وربما يراكم كثيرا من الأرباح وأقصد هنا أساسا المحتكرون الذين يستغلون هذه الظروف لزيادة مربيحهم كيف يمكن هل هناك سعي حكومي جدي لمحاربة الاحتكار واستهداف هؤلاء المحتكرين أم أنهم لهم من القوة ومن التماسك ومن النفاذ ربما ما يمكنهم من الحماية أستاذ عود العزيز داودي تحدث على لوبيات ربما في ما يتعلق بأسعار المحروقات أو في المحروقات عاززت الحكومة إلى حد الآن عن مواجهة هؤلاء هو في البداية لابد أن تأكيد على أن هناك عدة عوامل لحياة في ارتفاع الأسعار في المواد الغدائية ليس فقط ارتفاع أسعار وتكالف النقل والشحن وتزميع السلاع للهد المواد لكن كذلك أسعار المواد الأولية المثورة من الخارج والتي تدخلوا في صناعة المواد الغدائية فضلا عن تدخول لأنه في بل الجائحة للكورونا المغرب كان تقريبا متوقف على مستوى السياحة على مستوى المداخل من تصدير الخضار والفواكه إلى درجة أن قيمة الترهمة راجعت مقابل الدولار والأورو كذلك وهذا هو المهم المغرب اليوم يعيش واحد استاد تقلب مناخ نظرة الألطار وشباح الجافة الذي يهدي المغرب بالإضافة كما أشرت إلى ذلك السيدة الكريمة أن المغرب سورد سورد من 50% من الحاجيات من المواد غير من أوكرانيا يستورد 20% من الحبو هذا يعني أن هناك عدة عوامين تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغدائية لكن على مستوى السؤال يكون بالفعل هناك بالطبع لوبيات خطيرة التي تتسهم هما تسميهم تجار الأزمات كان هناك تجار الأزمات إذن كورونا اليوم نلاحظ أن هناك كذلك المضاربين والصماصرة والوسطة تجارة المواد الغدائية الواسعة تستهلك بما فيها المسألة لأسعار المحروقات لهذا أعتقد أن على المغرب اتخاذ إشراء سريعة للحز من هذه المضاربات وهذه الوسطة التي تعمل في ارتفاع أسعار المواد الغدائية وكذلك عليها أن تقوم بإشراءات على طريقة أوروبية مثلا في أوروبا نتحدث عن شيء القزوان لنهاني نتحدث عن شيء خاص باللعيد الذين ينتجون لديهم صعوبة لترويج المواد الغدائية كذلك المعامل والشركات في الصناعة الغدائية حين في المغرب معكم من الأساس هنا تغيب الإشراءات لدعم البعات المتضررة أكثر من هذا الارتفاع أسعار المحروقات النهاني النقل في المغرب اليوم ومشي عادي عندهم هات الإشكاس راست لماذا يا أستاذ علي لطفي لماذا لم تتخذ أي إجراء هذا هو السؤال الآن نحن صرنا كنقابة بلغة الموضوع وطالبنا الحكومة أولا بإعادة نظرة القانون المتعلق بحرية الأسعار المنافذة فذلك نظام المحروق اليوم لا بد من خلق واحد خاص بدعم الحروقات خاصة أنه راهم لن تتوقف هذا محروق أوكرانيا مستمر الأسعار كثير تفع وخاصة أن معروف اليوم أوروبا ستعالي كثيرا من هذه القضيات الأسعار المحروق وخاصة جزوان لديها من روسيا شكرا جزيلا أستاذ علي لطفي الكاتب العام من نظمة الديمقراطية للشغل كنت معي من الرباط ورحب الآن بالأستاذ عبد حميد علوان خبيل اقتصادي معي من الجزائر سأتيك بعد لحظات قليلة أستاذ حميد لنفتح الملف الاقتصادي في الجزائر والأسعار الملتهبة في نظر البعض خاصة متعلق بالمواد الغذائية لأختم مع السيدة سلمة صدق أستاذ الاقتصاد ما هي الحلول الممكنة سيدة سلمة الآن في ضوء هذا الواقع الجديد الآن هل يجب أن تتدخل سلطة ما لتفرض على الجميع نظاما معينا يراعي الفقير ويراعي المحتاج ويراعي عموم المواطن المغربي طبعا هناك خلول كثيرة وهذا دور الحكومة ويجب أن تقوم به أولا الحكومة أو الدولة في صدق إخراج في جيل الاجتماعي الموحد إلى حيث الوجود وأعتقد أنه يجب السبع الكبير بهذه الجيل يعني 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 يجب دعمهم ماليا لأنه هذا هو البديل لدعم لكي يقدم صندوق المقصة ويجب دعم هذه الفئات ماليا لتجاوز التفاوض لدين أسعار المحروقات السوق الدولية وانعكاته هناك أيضا تسقيق أسعار المحروقات أعتقد أنه كان على طويلة الحكومة الطابقة وهو اليوم على طويلة الحكومة ويجب أن يتخذ إراء ألا ترين سيدة سلمة أن هناك تأخرا كبيرا سيدة سلمة سيدة سلمة ألا ترين أن هناك تأخر كبير جدا لا ندري لماذا من طرف الحكومة في اتخاذ قرار بتسقيف أسعار المحروقات في الحقيقة هذا منذ الحكومة السابقة وهذه الحكومة عندها خمس شهور وأعتقد أنه الآن وقت مع ما يقع في الأسواق طيب لكن سيدة سلمة هي عندها خمس شهور في كل حالات لكن هناك أولويات وهناك ملفات حارقة لتنفيذ هذا القرار كيف؟ لتنفيذ هذا القرار نعم حان الوقت لتنفيذ هذا القرار أي وطبعا وأعتقد أنه من ناحية الاحتيكار سوق أسواق المواد الأساسية والفلسياة أعتقد أن الحكومة تقوم بدورها ما يجب فعله كما قلت هو مراعز مكتسبات الفئات الهجة والفقيرة والطبقة المتوقعة شكرا جزيلا سيدة سلمة صدق أستاذ الاقتصاد كنت معي من الرباط وأختم كذلك مع الأستاذ عبد العزيز الداودي لأعود للأستاذ حميد في الملف الجزائري ما الحلول المقترحة أستاذ أنتم طلبتم تسقيف وغيره إلى حد الآن ليس هناك تسقيف البعض حتى أستاذ عبد العزيز يتهم رئيس الحكومة ذاته سيدة عزيزة خنوش بأنه يماطل في تسقيف لأنه هو ربما رجل أعمال ومستفيد من عملية المحروقات وارتفاء أسعار المحروقات هكذا يقول كثير من المنتقدين والملاحظين المغاربة ما هو الحل الممكن الآن والمستعجل الذي لا بد على الحكومة أن تتخذه المفروض في الحكومة الحالية أنها تعاقدت مع الشعب لتصحيح ما أفسدته الحكومة السابقة بمعنى آخر إذا كانت حكومة بن كيران أو الحكومة العتماني نعم اتخذت قرار تحرير أسعار المحروقات بتابعاته الكاريتية يعني على شريحة واسعة والمواطنات والمواطنين وعلى القدرة الشرائية بشكل عام نعم وبالتالي المطلوب من الحكومة الحالية أولا تنظير أسعار المحروقات تانية تسقيف أسعار المحروقات بالشكل الذي ترعي فيه هذه الحكومة الدخل الفرضي والمعدل الدخل الفرضي لعموم المواطنات والمواطنين ويراعي يعني هذا تسقيف الناتج الداخلي الخام للمغرب كما نعلم أن الحد الأدنى للأجر في المغرب ليس كنظره في الدول الأوروبية وبالتالي يعني تسقيف يجب أن يرعي بالطرورة هذا المعطاء المدامتين في الحد الأدنى للأجر المعمول به على مستوى المغرب من جهة أخرى الطور مجلس منافسة يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة في ضبط أسعار المحروقات وعمل آوان لتمتيعه بالصلاحيات الكاملة التي يتمكن من وضائفه لا نخفض أنه في وقت سابق نعقد اجتماع مع رئيس مجلس المنافسة إلى جانب التمتيليات النقابية وإلى جانب تجمع النفطيين وإلى جانب الشركات الموزعة النفط وهذا خلاصة هذه الاجتماعات وهذا التقارير هي أنه مجلس المنافسة تحدث عن احتمال عن احتمال طواطع الشركات الكبرى للتحكم في أسعار النفط وخرج بطوطيات مفادهات غريب هذه الشركات حتى ترجع إلى جادة الصواب وحتى تتمتع بحس مواطناطي يكون فيه بيادة للقانون لا لغيره جيد شكرا جزيلا نوسال عبد العزيز الداودي الكاتب الوطني للانتحاد الوطني للنقل كنت معي من الرباط على المشاركة والإفادة طبعا ينضم إلينا كذلك عبر سكايب الخبير الاقتصادي الأستاذ أحمد ياسين ورحب بك أستاذ أحمد وشكرا جزيلا للاتحاق بنا وطبعا كان ولا يزال معنا الدكتور حميد علوان الخبير الاقتصادي من الجزائر أستاذ حميد علوان ورحب بك مرة أخرى ما الآثار التي تبدو بادية حاليا في الجزائر فيما يتعلق بالحرب هذه الروسية في أوكرانيا على مستوى الأسعار وعلى مستوى توفر المواد الغذائية الأساسية للجزائريين شكرا جزيلا جمعة مباركة وتحيي السلام للمشاهدين مرحبا بك دعني دعني أقول لك بأن اليوم الأزمة باتت هي مضاعف لأن الأزمة الصحية التي مرت بها العالم وزائر تضررت كما تضررت كل الدول اليوم هناك ما يسمى الأمن الغذائي في الدول العربية وخاصة من منطقة المغرب الجزائر تعتبر من بين الدول المغاربة التي تعتمد أساسا على استراد القمح ربما هي ثاني مستهلك في إخريحياء وهي خامس مستورد للقمح أو للحبوب في العالم مخزون الجزائر دائما كان يعني في مستوى معين أنه لا يجب أن يكون أدنى من ستة أشهر ولكن الظروف الآن التي تمر بها الجزائر المالية الصعبة من خلال أنها دولة ريعية وتعتمد على أسعار البرميل وشهد أسعار البرميل انخفاض معتبر لمدة أطول يعني منذ سنة 2014 لم تشهد هذا أسعار لذلك الجزائر سياساتها المالية المطبقة في طل حكومة سيتبون هو أنه شط الحزام وتخفيض الواردات ولذلك للمحافظة على ما تبقي من احتياط الصرف أظن بأن الأسعار اغتفعت على مستوى المواد الغذائية وخاصة الحبوب لأن الكل يعلم بأن النظام الغذائي العربي والجزائر من بين هذه الدول يعتمد على العجائن والعجائن تعتمد بالدرجة الأولى كمادة أسسية والقمح وبعض المواد الأخرى الشعير والدروة هذه المواد الأساسية لتدخل بصناعة هذه المواد الغذائية لذلك أظن بأن أسعارها ارتفعت قبل بداية الحرب الأوكرانية الروسية ناهيك على أن الجزائر حاولت أنها تنوع صادراتها من القمح بالجمع بين فرنسا ورومانيا إلى جانب روسيا وكانت الجزائر آخر يعني 2021 حوالي 20% من احتياجاتها اتجهت نحو روسيا إذن ستتعثر الجزائر لهذه الأزمة والارتفاع في الأسعار الجزائر معروف ولكن الآثار التي يجب أننا نذكر بها أن شبكة الأجور الموجودة في هذه الدول وكالجزائر كذلك من هذه الدول العربية والمغربية تجد بأن أولا شبكة الأجور ضعيفة جدا لذلك نجمح الإجمال ضعيف أظن بأن هذه هذه القطور التي لا تحمي أو لا تؤدي إلى أن الجزائر عيش حياة كريمة طبقة كبيرة من الجزائريين لا يتجاوز دخلهم أكثر من 150 لغاية 200 يورو وهذا مطبق في تونس وفي المغرب وهذه الأثار التي يمكن تمثل هذه الشعوب والتي ربما اليوم بهذه السرعة لا يمكن تفادئ كذلك البطالة الموجودة في هذه الدول اليوم الجزائر تعاني من البطالة أكثر من 14% إذن البطال الذي لديه الدخل والاقتصاد الموازي والاقتصاد الغير رسمي والأتعار أو هذه التجارة غير متوترة والمضاربة وغير معرفة قنوات التوزيع وكل هذه الضواري لتخلي اليوم الجزائريين ككل الشعوب تنسل المغرب لبنان مصر مثلا تعاني من ارتفاع الأثار لأنه لم يشهد ارتفاع الطبح منذ حوالي 14 سنة لكي يصل إلى 350 يورو لطون هذا إشكال كبير وكان هذا الارتفاع قبل بداية الحرب في روسيا اليوم إذا اعتبرنا روسيا وأوكرانيا من الدول المصدرة لهذه المادة بحوالي 60% للعالم 60% للدول العربية وأكثر من 80% لبعض الدول كلبنان كمصر أستاذ دكتور حميد الآن النظام في الجزائر هل يدير هذه الأزمة بشكل يحفظ ويضمن على الأقل استمرار وجود المواد الغذائية أم أن هناك لا أدري اعتباطا أو إدارة غير منظمة لهذه الموارد التي قد تكون قليلة ومحدودة بسبب طبعا الحرب شكرا جزيلا أنت تعرف بأن الاقتصاد الجزائري والتجارة داخل التجارة المحلية في الجزائرية غير مضبوطة هي تجارة فوضوية لذلك الأسعار متددبة مثلا سعر البطاطا يوم يكون 70 دينار بعد يومين 1000 أيام تجده ارتفعها إلى حوالي 100 بالمئة أظن كذلك ربما الجزائر في مواد الأخرى أنت شف بأن المجتمع الجزائري الشاهدين قطاعات في الإمدادات مثلا المادة في الزيت وهي مادة استراتيجية مادة الخبز وأنت تعرف كذلك بأن الجزائرين يستهلكوا الخبز كماد أساسية كبيرة ولاحظنا بأن هناك مثلا فيما يخص الأسعار يوم الجزائر بين الخبازين الذين يطالبون بارتفاع الأسعار وهي شاشة القدرة الشرائية للجزائريين ولذلك أظن هناك تخفض للحكومة رغم أن الجزائر تفيدها أو هذه الأزمة لما يوصل الأزمة المريح إلى 150 دولار وبارح أتواجه هذه الأزمة المؤقتة إذا كانت الحرب يعني ما تطولت إذا نطينا لها حل إذا الدولة الروسية والدولة الأوكرانية وجدوا وقعدوا إلى طابل الطاول بالحوار ممكن جدا أن الجزائر ستستفيد من هذه الأدار في هذه المرحة هل ممكن دكتور حميد أن تبحث الحكومة عن بداء أخرى مثل إنتاج مادة الحبوب في الجزائر على سبيل المثال لسد النقص ولو تقريبيا ولو جزئيا أنت تعلم بأن الاستثمار في الفلاحة ليس يكون بهذه السرعة وبرود الأفعال وإنما يكون تخطيط له مسبق على الأقل سنة أو سنتين والجزائر حاولت أنها تنتج من مادة القمح والمعروف بأن المنطقة تعني منطقة جفاف حاولنا أننا على الأقل نصدر أو ننتج محليا على الأقل 3 أو 4 مليون تون سنويا لكن لن تستطيع الجزائر تحت إلى هذا وإذا وصلت له ستوصل للتكنوب لأن السير جزائر اليوم لماذا هذه الدول لا تجد البدائل لأن اليوم روسيا وأوكرانيا كانت الأسعار فيها يعني معتاة الأسعار جده منخفضة إذا قرنت في دول أخرى نظرا للبعد الدول الأخرى ككندا وإبريكا وهذه الدول التي ربما بعيدة والتكاليف خاصة في ظل ترتفاع الطاقة رح ما نوجدوش بدائل بهذه السرعة ربما الجزائر ستعاني كما يعاني كل الدول وأهلا ربما نحط نقطتين سنشاهد في الأيام القليلة المقبلة في الدول المغربية وجزائر من بينها انتفاضات شعبية لارتفاع معدل العام للأسعار ومعدلات تضخم ونقص هذه المواد وهذا ما يحذر منه كل القبراء وقد أستاذ دكتور حميد ثورة السودانية وحتى التونسية وغيرها كان بسبب الخبز وارتفاع أسعاره كذلك أشكرك شكرا جزيلا دكتور حميد علوان الخبيل الاقتصادي كنت معي من الجزائر أستاذ أحمد ياسين ورحب بك مرة أخرى يبدو فعلا أن هذه الحرب هي واقعة في الضفة الأخرى من العالم بعيدا عن الدول العربية وربما المغربية أكثر لكن آثارها تصيب هذه الدول بشكل مباشر طبعا انتلاقا منها شاشة الوضع الاقتصادي والسياسي وعدم وضوحة الرؤية عند قادة هذه الدول برأيك هل تملك مثلا دول مثل دول المغربية هناك منها الغني وهناك منها الفقير هناك من له ثروات وهناك من ثروات محدودة جدا هل تملك مثل هذه الدول أسباب الاستمرار ومواجهة هذه الأزمة وكيف يجب أن تتصرف يعني بالتأكيد الأزمة الأوكرانية خلقت جوا جديدا بالنسبة لقطاع السلع العالمي ككل ولكن بالرغم من أن هذه الأزمة هي في الشمال الأوروبي وبعيدة جغرافيا عن دول الشرق الأوسط ولكن أنا أرى أن الأزمة الحقيقية ليست في أوكرانيا ولكنها في دول الشرق الأوسط هناك نقص في الفكر الاستراتيجي لهذه الدول لتأمين غذائها هذا أطيب مقومات أو أقل مقومات العيش الكريم هو أن تقوم الدولة بتأمين غذائها غذاء شعوبها هذا أضعف الإيمان كما يقال لذلك الأزمة ليست في أوكرانيا الأزمة هي تاريخية ومنتدة لعقود من الزمن في دول الشرق الأوسط مهما كان وضع أي دولة في الشرق الأوسط لديها الإمكانيات إذا تم استخدامها في الطريقة السليمة لكي تؤمن الغذاء لشعوبها يعني أعطيك مثالا سوريا قبل الأزمة كانت الدولة العربية الوحيدة التي تمكنت من تأمين غذائها من خلال يعني الخطة الخمسية التي كانت متبعة من قبل حكومة السورية لتشجيع المحاصيل الأساسية في القطاع الزراعي السوري ونجحت قبل اندلاع فتيل الأزمة برغم برغم سوريا لا تبلغ الكثير من الأراضي الزراعية هناك بقعة كبيرة جدا من الأرض السورية هي صحراء أو بادية كما تسمى في سوريا مثل هذه التجربة التي نجحت لفترة زمنية محددة في سوريا يمكن لها أن تنجح في أي بلد عربي آخر خاصة في الجزائر طالما كنتم تتحدثون عن التجربة الجزائرية الجزائر يعني جغرافيا هي مساحة جغرافية كبيرة جدا في الصحراء وكذلك أيضا فيها نسبة كبيرة جدا من الأراضي المستصلحة القابلة للزراع لذلك الأزمة لا تكمن في أوكرانيا الأزمة تكمن في فكر شعوب الشرق الأوسط وحكوماتها بالتحديد التي لم تقدم أو لم تنجح في تقديم الأمن الغذائي لشعوبها وطالما أنها فشلت على مرء السنوات الماضية وبالرغم من أن هذه الأزمة هي أزمة عالمية ولكن سوف تضرب هذه الدول أكثر من غيرها يعني عندما نتحدث عن ارتفاع أسعار السلع في السوق العالمية ككل الدول أكثر تضررا هي الدول المستوردة لهذه السلع هناك دول أخرى غير مستوردة سوف تواجه تبعات طفيفة جدا لهذه الأزمة المرتبطة بارتفاع مستوى تضخم ولكن بالتأكيد الأضرار الاقتصادية سوف تكون أضعاف مضاعفة بالنسبة للدول التي تستورد هذه السلع الأساسية مثل الجزائر مثل خاصة مصر مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم يعني بالتأكيد الأزمة تكمن في دولنا وليس في أوكرانيا وبعض الدول مثل تونس أخيرا ويبدو حتى مصر كذلك رفضت عروضا لشراء القمح لارتفاع أسعارها أسعار جنونية والدولة غير قادرة برغم حاجتها لذلك أمام هذا المشهد يعني هناك خطر يبدو سياسي حتى على هذه الأنظمة أستاذ أحمد لأنه سيتسبب في ثورات جياع وقد رأينا في العراق على سبيل المثال الأول أمس خرج المظاهرات في بعض المحافظات احتجاز على غلاء الإسعار ولافتات مرفوعة فيها مكتوب عليها ثورة الجياع وبالتالي هناك يبدو خطر آخر حتى على الأنظمة نفسها إذا لم تجد طريقا ما لتوفير الحد الأدنى على الأقل من هذه المواد أليس كذلك نعم بالتأكيد وهنا أعود أذكر في حال النقص أو انعدام الفكر الاستراتيجي طويل الأمد بالنسبة لهذه الدول لتأمين نقمة عيش عوبها يعني العراق من المؤسف جدا ومن المبكي حتى أن يواجه العراق مثل هذا الوضع العراق هو دولة أساسية مصدرة للنفط هو ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في منظومة أوبك يعني تصدر حوالي خمسة ملايين برميل وحاليا أسعار النفط تتجاوز المئة دولار وهناك توقعات بأنها سوف تصل إلى سقف المئة وخمسين دولارا في الفترة الزمنية القصيرة يعني برغم من ذلك الشعب العراقي يعني جوع قطاع البنى التحتية في العراق هو قطاع يعني يثير الإشنذاذ يثير الغضب يثير الصراخ يعني كيف يمكن لهذا البلد هو العراق أن لا يستفيد من تجارب دول أخرى تصدر يمكن أن أقول 10% فقط من الصادرات النفطية العراقية يعني بلد مثل النرويج يصدر فقط حوالي 2.5 مليون برميل من النفط يوميا وتمكن النرويج من تأسيس أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم حاليا قيمة هذا الصندوق تتجاوز التريليون دولار وهذا الصندوق يعني تربطه أو مقيد بقوانين في دستور البلاد لا يمكن لأي حكومة في النرويج أن تتعامل مع هذا الصندوق بشكل مباشر إلا من خلال الفوائد التي يتم جنيها من هذا الصندوق الاستثماري فتخيل مدى والأمان بالنسبة للأجيال المقبلة يعني قيمة الصندوق سوف تبقى كما هي سوف تزداد في قيمتها طالما أن الصندوق ينشط استثماريا ولكن الحكومة وهذه قوانين دستور البلاد لا يمكن لها أن تنفق من القيمة الأساسية لصندوق فقط من الفوائد التي يجنيها يعني هذه التجربة هي رائدة جدا والنرويج يصدر فقط نصف صادرات النفط العراقية لذلك أعود أذكر بأن الأزمة الحقيقية تكمن في عقول شعوب الشرق الأوسط وحكوماتها الأزمة الحقيقية التي تستمر لعقود من الزمن وطالما أنهم يعني يفتقرون لمثل هذا الفكر الاستراتيجي بالتأكيد أي أزمة تنشم في أي بلد في العالم سوف يتلقون الأوجاع والضربة المباشرة طالما أنهم غير قادرين لتأمين لقمة عيش شعوبهم أستاذ أحمد القطاع الخاص في هذه الدول العربي هل قادر على يعني توفير ما تعجز الدولة أو الحكومة على تنفيذه أم أن هنا القطاع الخاص قد يتحول إلى قطاع احتكاري يستفيد من مثل هذه الأزمات وهناك طبعا أغنياء لكل حرب ولكل أزمة يعني القطاع الخاص في دول الشرق الأوسط هو واقعيا مرتبط مع القطاع العام لأن وهنا يجب أن أكون يعني صريحا لأن أغلب رواد القطاع الخاص في دول الشرق الأوسط هم من يعني يبتكرون كافة السبل وكافة الطرق لكي ينهبوا أموال القطاع العام وينشطون في نشاطات أيام الخاصة لذلك ليس هناك من قطاع خاص يعني أورغانيك كما يقال في النغة الإنجليزية بأن هناك شركات في القطاع الخاص في دول الشرق الأوسط ممن تمكنوا من تأسيس ثروة كبيرة من خلال جهة شخصي من خلال نمو ذاتي لهذه الشركات يعني أغلب رواد القطاع الخاص في دولنا العربية هم من سرقوا ونهبوا أموال القطاع العام لذلك تمكنوا من جمع ثروتهم في شركات القطاع الخاص لذلك تجربة تجربة شركات القطاع الخاص في دولنا هي بالتأكيد مختلفة كل الاختلاف عن تجارب الدول المتقدمة اقتصاديا لذلك لا يمكن أن يعول عليهم كثيرا على شركات القطاع الخاص طالما أن الجميع مرتبطون بنفس التركيبة الفكرية الاقتصادية المتخلفة التي لا أرى من خلال هذه التركيبة أي ضوء من الأمل يمكن من خلاله أن نصل إلى بر الأمان يعني بلد مثل الجزائر بإمكانياته الخارقة إمكانيات عظيمة جدا هناك خط انبوب غاز يربط الجزائر مع أوروبا وأوروبا حاليا تحاول هناك خطان حتى أستاذ أحمد حتى خطان يعني واحد الإسبانيا واحد الإيطاليا يعني يعني أوروبا حاليا تحاول جاهدة أن تجد البديل غاز الروسي والبديل الوحيد الذي يمكن أن يكون واقعيا هو الغاز الروسي هو الغاز الجزائري لأن البديل عن الغاز الروسي يجب أن يتم استبداله بغاز يأتي عن طريق الأنابيب وليس هناك من دولة أخرى إلا الجزائر يعني هناك النرويج ولكن النرويج أيضا تواجه مشاكل بهذا الخصوص بخصوص لذلك الجزائر لديه فرصة كبيرة جدا لكي يعود القارة الأوروبية عن الغاز الروسي ولكن طالما أن الجزائر يعني يستهلك من الطاقة المستخرجة من أرضه سواء النفط والغاز أكثر مما يمكن أن يصدر هنا تكون مشكلة حقيقية جدا الجزائر يمكن أن يخفف اعتماده على الطاقة المستخرجة في أرضه سواء النفط والغاز من خلال اعتماد على الطاقة المتجددة يعني ونذكر بتجربة ناجحة التي حققتها المغرب في تأسيس يعني مزارع كبيرة جدا لتوليد من الطاقة التمسية ومن الرئياء شكرا لك دكتور أحمد ياسين الخبيل اقتصادي شكرا لك للمشاركة وللإفادة مشاهد الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود للجزء الثاني من المشهد تفضلوا بالبقاء معنا